خلي النهاردة اكلمكم على الروتين اللي لو عملتيه بشرتك هتبقى في احسن حالتها هندخل الصيف زي ما هنخرج منه بشرتنا مش هتسمر بالعكس هتبقى افتح واحلى خلينا نبتدي باول واهم خطوة في اي روتين وهي ان احنا نحافظ على البشرة اصلا تكون نظيفة لان بشرتنا بتتعرض بشكل يومي لتروب لتلوث لعرق وكل الحاجات دي بتأثر على البشرة ومش بس بتغمقها كمان بتطلع حبوب مع الوقت فالغسول ده من بريمير مش بس بينظف البشرة بعمق كمان مش بينشف الغسول ده من بريمير بجد طحفة فعلا بينظف البشرة بعمق بيساعد ان هي يكون شكلها صحي ومع الوقت كمان تكون افتح لان هو فيه سليسيليك اسد وفيه كافيين وكمان من ناحية تانية فيه مواد بتخلي البشرة ما تنشافش بعد ما نخسلها يوميا زي البنثينول وفيتامين اي والالوفيرا والهيليرونيك اسد كل الحاجات دي بتنظف البشرة حلوة قوي وبترطبها الغسول ده بجد طحفة واحلى حاجة فيه كمان هو بيجي بفرشة كده سيليكن فالفرشة دي ع عشان لو حابين ان احنا نعمل تنظيف عميك للبشرة ممكن مثلا مرة او مرتين في الاسبوع لو مش عايزة اني تستخدميها باخد الفوم كده شوية على ايدي وباخسر بشريتي بشكل يومي انا عشان بشرة دغنية فبحتاج ان انا اخسر بشريتي الصبح وبالليل انت ممكن تخسري بشرتك مرة واحدة بس في اليوم بعد ما تكون خلاص بقى شبعة عرق وتراب وتلوس وكل حاجة تخسري بشرتك بالليل بجد بينظف البشرة حلوة قوي من غير ما ينشفها وطبعا لقيت ده قرب خلاص يخلص فلحقت نفسي وجبتلي واحد تاني ندخل بقى على خطوة مهمة قوي وهي ان احنا ندخل في الروتين بتاعنا فيتامين سي سيروم والحلوة بقى ان ده مش فيتامين سي سيروم عادي ده فيه فيتامين سي من نسبة 20% وفيه كمان هيلورونيك اسد وفيه فيتامين اي وكل الحاجات دي بتوحد لون البشرة وكمان بتديها نظارة فيتامين سي من اكتر الحاجات اللي بتشتغل على التصبغات سواء بقى تصبغات من الشمس من قصار الحبوب من اي حاجة بجد تحفل ان هو بيشتغل على البش وكمان يوحد لونها مع الوقت ما بستغناش عنه ملمسه خفيف البشرة بتمتصه في ثواني مش بيعمل اي حساسية طحفة كمان من اهم الحاجات اللي لازم نعملها البشرة لان احنا بجد عايزين نحافظ عليها ما يحصلش فيها تصبغات ما يحصلش فيها اي غمقان ان احنا نكون بنستخدم الصونسكريم بشكل يومي طالما احنا بنتعرض للشمس بشكل مباشر لانه مش ينفع ان احنا نعالج البشرة من ناحية وفي نفس الوقت ما نكونش بنحميها من الحاجات اصلا اللي بتعمل تصبغات وبقع في البشرة وبتغمقها وبتصمرها مع الوقت احد حاجة في الصونسكريم بتاع بريمير ان هو الحماية بتاعته عالية بيحمي من اليو في اي واليو في بي امتصاصه سريع جدا دروي توتش اويل فري في كل الحاجات اللي احنا مندور عليها في اي صونسكريم مناسب لكل انواع البشرة اهم حاجة كمان ان هو ووتر رزيستنت يعني نقدر ان احنا نسافر بيه عادي هيحميك لو انت مثلا نازلة البول لو انت نازلة البحر حتى لو بشرتك من نوع اللي بيعرق كتير وده برضه بيديك حماية حتى لو كانت بش بتاعنا بس خليني اقولكم اننا اتكلمنا على ثلاث منتجات من بريمير ان هما دلوقتي عاملين اوفر حلوة قوي لازم بجدة تلحقوه لانتوا لو اشتريتوا اي ثلاث منتجات من بريمير سواء دول او غيرهم يعني لس هكلمكم على حاجات تانية بحبها برضو هتاخدوا عليهم ثلاث منتجات هداية وكل ده بخمسمائة جنيه بس انا عايز اقولكم اننا بحب اوي الحاجات اللي هي بتبقى ترافل سايز دي لان هي بتخلينا نجرب منتجات احنا عايزينها كمان لو مسافرين بت بقى حلوة قوي ان حجمها صغير منجبش بقى الفول سايز ونقعد نفضي في علب وكده هي بيبقى حجمها صغير ومناسبة جدا ان احنا اخدها معانا في اي سفرية بجد الاوفر ده تحفة لازم تلحقوه هم حاجة بس ان انتوا استخدموا البرومو كود ده MS5 عشان تاخدوا قسم على اي حاجة تطلبوها من بريمير بجد يعني انا ما كنتش بشوف الحركات دي غير في البراندات المستوردة مبسوطة قوي ان بريمير براند مصري بيعمل العظمة دي وطبعا من اهم الحاجات اللي لازم نعملها لبشرتنا هي ان احنا نرتب حتى لو بشرتك دهنية لازم ترتب بشكل يومي فالحلو بقى في كريم التفتيح بتاع بريمير ان هو مش بس بيفتح البشرة كمان بيرطبها حلوة قوي وفيه كمان مواد بتهدي البشرة قوي زي البنتينول والزينكو اوكسايد والجليسرين بجد تحفة مستغناش عنه فيه كمان مواد مقشرة بتساعد على التفتيح زي الجليكوليك أسد والكوجيك أسد ومواد تانية بتعمل تأشير خفيف كده للجلد الميت مع الوقت ف وبتلاقي البشرة بقى لونها افتح وفيها نضارة وشكلها كمان بقى صحي ولونها مواحد اكتر في كمان الفة اربيوتين وفيه فيتامين اي بجد الكريم ده نينجا لان احنا كمان نقدر نستخدمه على اي مكان غامق في الجسم اي مكان اي مكان اي مكان اي مكان حتى لو كانت الاماكن حساسة لانه كل المكونات اللي فيه سيف جدا عن ان احنا نستخدمها في اي مكان ومع الوقت ومع الاستمرارية هتلاحز فعلا ان هو بيفتح المكان ده وما اننا اتكلمنا عن الترطيب بشكل عام فب بينفعش انها ماتكلمش عن الاي كنتور او الاي كريم بتاع بريميل لانه هو بجد بيشتغل على كل حاجة بيشتغل على ال درك سيركلز بيشتغل كمان على الانتفاخات اللي بتكون حواليه العين مجرد ما بتحطيه بجد بيهدي المنطقة ده جدا ده غير كمان انه هو بيحسن من الخطوط التعبريه اللي حواليه العين لان المنطقة ده حساسة جدا فبتظهر التجايد على طول فهو مش مجرد اي كريم عادي بيدي ترطيب عالي لا كمان هو بيشتغل على اكتر من حاجة في نفس الوقت في لست وفي كافيين وفي جرين تي وكل حاجات دي بتساعد على ان هي تفتح المنطقة اللي حوالين العين وكمان بتحسن من شكلها جدا خليه بقى اقول لكم على اجمد اوفر موجود دلوقتي على بريمير لما تستخدموا البرومو كود ده اي ست منتجات تطلبوهم من بريمير لان هما عندهم منتجات تانية كتير هتاخدوا عليهم هدية بلاس كمان الشحن فري وكل ده بقى الف جنيه بس لو مشيتوا على الروتين ده هتلاحظوا تغيير حلوة او ببشتكو ومش هيدخل بقى على الشتة وحنا عملين نعالج فيها من الحاجات اللي حصلت في الصيف بجد المنتجات بتاعت بريمير حلوة او يلحقوا استغلوا العروض اللي موجودة دلوقتي وهدو كل الحاجات اللي نفسكوا فيها وبس كده اشوف كم على خين ان شاء الله سلام